قناة العربية السعودية أو كما يطلق عليها بعض المشاهدين العبرية تشنوا هجوما بالباطل على الشيخ محمد بن حسن الددو أنه يكفر غير الإخوان المسلمين وأنه يدعو الناس إلى اقتحام الحدود السعودية وعدم احترام الحدود أو القوانين هل هذا الكلام فعلا يصح أم هو افتراء كالعادة من هذه القناة التي دأبت على محاربة كل رمز إسلامي أو محاربة كل من لا ينعق للسلطة التي تمثلها هذا ما نتحدث عنه بمشيئة الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سن رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد العالم الكبير والجليل فضيلة الشيخ محمد الحسن الددو أعلم له شهرته وله مكانته وله جهوده وأثره تفقت مختلفت معه لكن لا تملك إلا أن تحترم مكانته العلمية وعلمه وجهاده لأجل دعواته ودينه وتحترم كثيرا من مواقفه التي تعلن أو تبرز على الفضاء العام مؤخرا قناة العبرية أو العربية أتى بمذيع طبعا غير معروف ووظيف أعتقد نفس الحالة في الأوين الأخيرة طبعا قناة العربية يعني متبنية عد ببرامج لا هدف من رأيها إلا الطعن في الإخوان بأناس ليست لهم أي قيمة علمية أو تاريخية أو مواقف حقيقية إنما الافتراء على الإخوان من ضمن الافتراء الطعن في رموز أهل العلم الذين ينتسبون لهذه المدرسة الدعوية الكبرى مدرسة الإخوان المسلمين من هؤلاء مؤخرا الشيخ الددو واتهمته بأنه يكفر غير الإخوان وأنه يحرض على اقتحام الحدود السعودية وأنه وأنه طيب أولا الشيخ الددو لا يحتاج ولن يفرق معه كثيرا مثل هذه الطرهات من قناة مشبوهة سواء من تاريخا أو واقعا وقناة معروفة في كثير من مواقفها أنها ضد أهل النضال ويعني تميل للتطبيع مع الحكام الظلمة مع الصهينة مع غيرهم فأصبحت مفضوحة لدى الناس لكن اتهام الرجل بأنه يكفر هذا كلام فارغ الشيخ الددو من يسمع له ومن يشاهده في خطبه في برامجه الحية في برامجه على اليوتيوب سيجد الرجل ممتلئ علميا علم الطراث له طلاع واسع به سواء على مستوى الأدب والشعر والقريحة التي تجود يقول الشعر وكذلك يعني يقرض الشعر ويحفظ كثيرا من شعر العرب فهو كشان كثير من الموريتينيين في مسألة الحافظة لكن يمتاز بالزيادة أن حافظته متنوعة ليست فقط عند الشعر والأدب إنما الشعر والأدب ويعني بإسهاب حضور الذهن وصرعة البديهة في التقاط ما يختزم من حفظ في المجال والسياق الذي يتحدث فيه في السياق الفقهي لا يقب به حدود العلم عند الفقه الماليك الذي هو مذهب أهل المغرب العربي المغرب بتاريخي المعروف اللي هو دول المغرب العربي اللي منها مريتانيا لا أقصب بذلك الكلام القوراف والسياسي الذي يثير المشاكل ما تكلم على الشمال الإفريقي بواقي عام اللي هو مذهبه من الملك لا الطلاع الواسع كذلك عند الحنابلة والأحناف والشافعية بنفس الدرجة في الاطلاع على الفقه الملكي في الاعتقاد في العقيدة الرجل يجمع بين السلفية الحقيقية الصحيحة وبين أهل السنة في الاستفادة منهم له مواقف يعني معتدلا من الأشاعرة والمعتزلة وبقية الفرق الإسلامية التي هي من مكونات أهل السنة جميعا على خلاف بعض المتعصبين والمتشددين في المسألة مسألة أنه يكفر هذا ليس من مذهب ولا من منهج الشيخ الددو ولا من منهج الإخوان أنه يكفر غير الإخوان لا أبد لأن الإخوان بوجه عام يرون أن الإخوان جماعة من المسلمين وليست جماعة المسلمين والددو نفس الحالة خريج جامعات السعودية جامعة الإمام محمد بن سعود وسنوات طويلة يعني ذو علاقة طيبة بالمملكة العربية السعودية يختلف بعض المواقف خاصة بعد سجن عدد من العلماء من أهل العلم لا يملك الإنسان إلى كله موقف موقف من قضايا الأمة كفلسطين وغيرها موقف واضح يثير عليه حفيظة الحكام الظلم والمستبدين وأعوانهم ودلاديلهم يعني قضية أنه يحرض الحسوة هذا كلام فارغ فتواه في قضية أن الإنسان من ذهب بفيزا الزيارة يجوز أن يتخلف للحج هو أخذها من باب رأي شرعي ولم يأخذها من باب رأي سياسي ليس نكاتهم في السعودية بل فتوى للناس أن من استطاع إليه سبيل ليس من ذكوان كنا نخليفه في هذه الفتوى لكن ليست فتوى مسياسة وليست مؤدلاجة إنما فتوى فقهية بناها على رأي فقهي لديه ولم يقل لأحد يقتحم الحدود بل أصلا يقول أن من دخل إلى السعودية بفيزا يعني داخل من المطار لم يقل للناس والله اقتحموا الحدود وادخلوا لا إنما دخل الناس عن طريق مطار مطارات السعودية بفيزا رسمية فقال من جلس ليبقى ليس من شروط الحج الإذن بالحج رأيه يعني لا يستطيع أحد أن يزايد عليه في هذا الرأي خلاصة القول لما تزعمه قناة العبرية أو العربية كما تعلن عن اسمها إنما هي الحقيقة عبرية في التوجه كما يسميها الناس عن الشيخ الددو أنه هو يكفر غير الإخوان ويحارض على اقتحام الحدود السعودية كلام باطل وفارغ يتعارض مع تاريخ الرجل المعروف للجميع الرجل لم يثبت عنه أبدا كعالم وعلامة أنه كفر أحدا من أهل القبلة أو كفر أحدا لم أتى بشيء ليس فيه تأويل بالعكس بل هو يتحفظ جدا جدا في هذا الأمر على خطة منهج أهل السنة والجماعة وليس لدي التعاصب للإخوان ولا أعرف أحد يعني لا يصر ولا يحرص على رفع اللافتة وهذا يحمد له الحقيقة يعني يحرص على لافتة الإسلام الكبرى وإن الإخوان كأي وسيلة هي وسيلة لخدمة الإسلام وليست هدفا ولا غاية في حد ذاتها تحرض على الحقيقة هذا كذب ولو فتوى فقط أفتى الناس الذين حصلوا على فيزة زيارة للسعودية أن يتخلف إلى الحج لأحج لأن حالة الناس صعبة ولأن المملكة مفتوحة للطرفيه ومفتوحة لأهل الباطل فأولى أن تفتح لأهل الحق فلم يدعو للاحتلال ولا تجاوز الحدود ولا تجاوز القوانين بل قل أنه هو يدخل البلد أصلا بفيزة قانونية فكيف سيكون يدعو لإقتحام الحدود يعني لن هل سيسقب من الطائرة بمظلة أو يدخل البحر مع الضفضع البشرية لا لم يقل ذلك أبدا الشيخ الددو إنما تحدث عن قضية الاستطاعة هل من استطاع إليه سبيلة تنطبق على الفيزة الإذن بالحج أم من استطاع أن يصل إلى الحج فقد وصل رأي فقهي قد لا نتفق معه فيه لكن لا نملك أن نتهمه به بأنه يحرد أو أنه يدعو لإقتحام حدود أو أنه يكفر غير الإخوان طبعا هذا كلام فارغ الشيخ الددو الحقيقة قام وقيم لكل من يعرفه حتى لو اختلف معه لا يملك إلا أن يحترمه وأن يقدر علمه وجهاده ونضاله وعطاءه أنا طبعا لا أمدح في الوجه إنما ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين وهذا من هدي وأدب الإسلام أن نقدر للإنسان قدره وكما قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويحفظ لعالمنا حقه أو قدره نصر الله عز وجل أن يجعلنا وياكم ممن يوقرون العلم وأهله اللهم أمين أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته